السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة وبطبيعة الحل مع اخر الاخبار واخر المستجدات اخواني اخواتي اليوم قد نتكلموا على الجزائر الجزائر قد تهدد اسبانيا قد تقولها قد تخلصي غالي كذلك الاخوان قد نتكلموا على ديبلوماسي ديال فيلندا قد نتكلموا على ديبلوماسي فيلندا او سافير فيلندا بالمغرب يتطول على المغرب ولكن المغربة اعطولوا على شك يقلب وخرج كي يعتادر بقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل لهاد الموضوع دائما كطلب الروتيني لايك والبرتاج لهد الفيديو كذلك الاشتراك اخواني اخواتي دعموا هاد القناة لانها قد تتعرض للبلغات قد تتعرض للهجوم كبير من طرف الدباب الالكتروني دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين قبل ما نبدأ والاخوان اول حاجة التي نتكلموا فيها هو ان بعض المتربسين اللي كيدخلوا للقناة كيقولوا باللي قناة عالم اسكا كتخفي او كتخبي المشاكين والكوارث المغربية وكتركز فقط على الجزائر اخواني اخواتي اللي بغن نوصل لهم او نوصل لهم واحد الرسالة لهاد المتربسين لهاد اعداء الوحدة الترابية هو ان ما كان ما يتخبع واحد العاصر او رحنا في واحد العاصر لما كان ما يتخبع اي واحد عنده كاميرا في تليفون ديالو واي حاجة كتكون في الشارع او في اي بلاسة كتشجل وكان مواقع تواصل اجتماعي كيوصلوا للحقائق وهد المتربسين قدي نقول لهم بكل بساطة بريتوا تشوفوا المشاكل الداخلية المغربية بكل بساطة قدي تدخلوا غير القناة الاولى المغربية الرسمية كيف ما بغى تكون عندها المشاكل الداخلية ولكن احنا المغربة مليكت علق لنا الامر بالوحدة الترابية ديال بلادنا احنا كندفعوا على وطننا وكندفعوا على وحدة بلادنا نفضحوا كذلك اكاديب كل المتربسين كل اعداء الوحدة الترابية وخصوصا الجيران الجارة اللي هوك نخليكم الاخوان مع واحد الفيديو ونتلاقوا من بعد توجد في الامم المتحدة وهو ملف قانوني بدفعات وبشهادات وبأحكام قضائية صادرة من محاكم العدل الدولية وبتالي فاسبانيا فتحت باب جهنم ويوم السبت المقبل ستعرف طورة كبيرة من خلال اتفاق النقابات والاحزاب وكل الاحرار الاسبانيين بالخروج في اكبر مسيرة داعمة لحق الشعب الصحراوي هذا الموقف المغربي الذي اعلنت عنه حكومة الباراش ووزير خارجية خوزي مانويل يعني جرهم او سيجرهم اليوم الى البرلمان في اطار ما يسمى جلسات مراقبة عمل الحكومة وسيخضعون لمساءلة ومحاكمة اخلاقية ولا يستبعد الكثير من المتابعين والخبارات في الشعر الاسباني بان استقالة هذه الحكومة واردة في اي لحظة او على الاقل استقالة الرئيس الحكومة الاسباني ووزير خارجية خاصة وان الاحزاب الائتلاف المدعمة للحزب الاشتراكي الذي سقط سقطة كبيرة جدا خاصة الاحزاب البوديموس المعروفة في اسبانيا فقد هددت بتصعيد يعني الامور اذا لم تتراجع الحكومة الاسبانية عن هذه المواقف كما سمعتوا الاخوان واكيد اكيد من اللي يسمع الرئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانتيس ومعه وزير الخارجية الاسبانية خاصة مانويل الباريز يعني هاد الشيء اكيد غد يباتوا بلا نعاس اكيد اسبانيا كاملة غدتبقى بلا نعاس خصوصا ان هاد الاعلام الجزائري كيقول له اسبانيا غدتتخلصها غالية صراحة يعني هاد النظام الاخوان دي العجزة ومعهم هاد الاعلام الاسترزاقي المحرض يعني من طرف الكابرانات عندهم احلام اليقاضة هما وقفين وقلسين وهما كيحلموا وهادو بطبيعة الحال كيبني لنا بلي هما علماء ومحللين في شيء كوكب لي ما معروفش نهائيا شيء كوكب يعني في المرضيخ ما معروفش دف ديالهم او دائما هما كيخدموا على استغباء واستحمار المواطنين ديالهم يعني في اي دولة يعني من طبيعي في اي دولة في هالاحزاب المعارضة للحكومة يعني حاجة عادية لكن بطبيعة الحال الدولة هي اللي كتعرف المصلحة ديالها واش هاد العجزة والاعلام اللي ممكن للك ما عارفنش بلي اسبانيا هي مملكة وعندها واحد المالك هو اللي كيحكم وهاد المالك هو اللي كييعطي اوامر للرئيس الحكومة وهاد القرار ديال الاعتراف بمغربيات الصحراء رغمش يغير بيدرو سانتشيس اللي وقع عليه وانما حتى المالك فليبي هو اللي وقع عليه سبعت يا الاخوان الجيران من اللي قال لك بلي اسبانيا فتحت ابوه في جهنم على رأسها الصراحة يا الاخوان ما عارفنش ربا ويديرو لهم ربما انهم يسفطوا لهم النووي ربما يسفطوا لهم شي صوارخ صراحة من اللي هما واحد الدولة يعني هاد الكابرانة هاد النظام ديال العجزة من اللي هي واحد الدولة متهورة كتتخذ القرارات عشوائية كتظن بلي كل الدول بحلها يعني قاعد الدول اللي كيتاخدوا شي قرار راه بحل الجزائر وناللي خصهم يعرفوا بلي هاد القرار راجم الملك فليبي ووقع عليه والرئيس الحكومة شحال درسو عب درسو وعرفوا بلي مصلحتهم انهم يعترفوا بمغربية الصحراء والاعتراف ديالهم راه من المصلحة ديال الاسباني انها تعترف بمغربية الصحراء باش المصالح ديالها تمشى اعتراف بمغربية الصحراء فهو حق حق المغرب وتزمن ولا قصر هالحق يرجع الاصحاب ما الان غد نمرو الواحد الديبلوماسي اللي هو سفير فيلندا في المغرب اللي نادو بغي تطاول على المملكة المغربية في محاولة منه التدخل في السيادة او في سيادتنا ولكن نادو عنده المغاربة وعطاوله علش كيقلب وندموه على ديك التدوينة اللي دار عبر الحساب دياله في تويتر واليوم كان نشوفه باللي قدم السفير ديال فيلندا الاعتدار دياله بشكل رسمي للمملكة المغربية فسبب ما قاله وقال باللي هاده هو غير واحد سؤتفهم بخصوص تدوينة كان قد انتقد فيها تغييب او الغياب ديال المغرب على جلسة الخميس بالامم المتحدة على قرار يطلب من روسيا انهاء الحرب على اوكرانيا هنا اخواني اخواتي هاد السفير ديال فيلندا هو سفير المغرب وموريطانيا ولكن هو مقيم بالريبات قال نرجع معا على الحساب دياله في تويتر انه يتأسف وكي يعتاد على التغريدة دياله الاولى اللي زعم انها تعرضت لسوء الفهم مشددا على احترامه للسيادة المغربية وعلى متانة العلاقة بين البلدين وكان قد تقسم على الحساب دياله الرسمي يوم الخميس تغريدة لرئيس الفرنسي حول القرار الذي تم او القرار الذي تم التصويت لادانة الروس في التدخل لاوكرانيا وكتب السفير الفرندي تعليق على الجلسة التصويت بحيث اشهد فيه على موقف موريطانيا الدعم للقرار وانتقد فيه غياب او تغييب المغرب على هاد الجلسة وقال بالموريطانيا صوتت لصالح القرار الانساني اما المغرب فقد كان غائبا مثل التصويت الاول الذي ادانا الاجتياح الروسي وقال يعني زاد قال التاريخ سيظهر ان العدالة ستنتصر وبطبيعة الحال هات التدوينة ما عجبتش المغربة وناضو اعطاه له علش كيقلب هاجموه حتى اليوم الاخوان قدم الاعتراض دياله الرسمي للمملكة المغربية لان الاخوان ما كيحق حتى لشي واحد انه يتدخل في السيادة المغربية السيادة ديال المملكة المغربية مهم الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنا انكم تدعمونا باللايك ديالكم بتمرتجي والقناة كذلك الاشتراك وهذا فضلا وليس امرا تحية لكم كبيرة نهاية اسبو موفقة وشكر للحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا